صراح من بعد مسلسل هنتخانهم مسلسل بيوت من ورق بهالمسلسل خضت تجربة الأعمال العربية المشتركة سوريا لبنان بس هو إنتاج لبناني هو إنتاج لبناني ولن يفين وجوم سوريين عالحال سمينا المسلين ما خليتني كميل نسينا يوسف الخال ويوسف حدد لأنه عندي أعمال فيهم كثير سؤال لثلاث أسباق لأنه أول شي بحبهم كثير تنينيتهم وكان أكتر شغل معهم بيوت من ورق هن الاتنين شغلي كله معهم وخاصة يوسف حدد بقوا شباب بعتز فيهم ومواهب من بلدي ما بحب بيكونوا قفيهم بهالصفحة بمسلسل بيوت من ورق عرفت أنه الإنتاج ما كان على قدر توقعات النجوم وفي إشي كتير صارت بالكواليس والله ليك بدك الصراحة أنا ما بعرف هلأ النتائج على الهوى لأنه عم بنعرض على محطة ما كتير ما عم بسمع كتير أصداء عنه مثل ما صار بالبريئة أو بيغيرهم فيه نيس حبيت قليل الناس اللي سمعت ما حبيت وبدنا نشوف طيان عرض إذا نعرض هون أو على محطة فضائية عامة مش مشفرة لأنه أنا عارف صار معهم صعوبات إيه سمعت هيدا الشيء لأنه أنا في آخر مرحلة أنا كان يفترض آخر 20 حلقة يعني أنا اللي معي المرحلة اللي أنا كنت فيها ما كان فيها صعوبات كان ميسرة هني لأنه بلشوا قبلي بكتير بلشوا بيقاب وطورت الخبرية بقى بدك تسأل حدا من الشباب اللي من أول المسلسل أنا كانت مرحلتي أنا بآخر جزء عندي يورغوشل هو بهالعامة الأب أو داون مقارنة بالنجاحات الكبيرة اللي حققتها بأعمله اللي إلي أنا مبسطت كتير بالدور أنا الدور يعني نوعا ما هالسوسيوباث اللي لعبته يالي دور مجنون دور سوسيوباث بكل معنى الكلمة يعني بقى كان شغل كتير حلوبة وبنيته للدور عملت شغلي سباشل فيه يعني شفت قريت على الورق وشفت إنه بقدر أعمل فيه شغلي مبسطت أول ما قريت إنه بقدر أعمل له هالإخوات وفيش خلق فيه يعني شخصيا أكبر ننتقل لصفحة جديدة تحميلة فياگرا أي هجمت الطبقة السياسية اللبنانية بقوة وبطريقة ساخرة وطلبت من شركة فايزر المصنع للقاح فيروس كورونا بتصنيع تحميلة فياگرا نووية وكبيرة مثل مقلت لمعالجة عجز المسؤولين عن الأيام بيواجبهم التصريح بتقول عنه أب أو داون وما كان لازم أحكي بهالطريقة أب أكير هلا بكبر لفياگرا كمان وبعطيها بوش زيدي فأزهن لأنه اللي صار فينا كرميلة على تطور حالتنا اللي بيعملوه فينا التراكم يصار بدون تحميلة أكبر أنا بعمل هلا رشا تحميل عم نشوف الصورة يلي شاركتها هدا أيام كورونا بعد تعليق خلينا ننتقل لصفحة أخرى عمليات التجميل قبل ما نحكي عن هالعنوان طلبت من زميلتي ياسمين بودياب تنزل على الشارع وتسأل المرة أدى بقيمه جمال يورجو شالهوب خلينا نشوف أجوبتهم ومنكفه أدى بتعطي علامة على عشرة على جمال ممثل يورجو شالهوب عشرة عشرة صراحة شي خمسة يورجو كبرته حلوة سبعة لا بيستاهل يعني هو شي ثمانة ونص تسعة منيحة ثمانية ونص تسعة نين حلو كتير يعني تسعة أهتمانية تسعة تسعة ونص بحط له تمانية من عشرة يعني تمانية ونص جماله مع شاء الله أنا بعطيه وله صراحة 10 من عشرة بحس انه تمانية من عشرة بيطلع كتير منيح بعطيه مية بالمية لانه كتير حلو شي سبعة يمكن للشاي بأكتر لانه الشاي بحلوة بتبقى هيك خمسة بالعشرة تسعة لعشرة ثمانية ونصف ثمانية تسعة من عشرة آآ عشرة في شباب عطيوك عشرة يورجو كمان مش مسل بنات كمان ما تخيّب ظن المرة والأشخاص يلي عطيوك عشرة من عشرة وتسعة من عشرة بتفكّر تخضع لأي عملية التجميل مع الوقت؟ آآ بصراحة لا ماني ضد عمليات التجميل إذا كانت بتفيد يعني بس أنا من أنا والصغير بحب التجعيد كنت حسّة بالمثلين الكبار بتعطيهم هل أساوي هل هتقل هالعمر كأنه خطوط العمر يعني في عنده هالشي اللي ما عنده إيه شاب طب أنت بتقول أب أو داون للممثل الشاب يلي بيخضع لأعملية التجميل ما حر هو كي تشايفه بس أنت كم ممثل ما فرقاني بالنسبة لأيلي أنا ما بحبه إذا حدا عنده شي ديفورمازيون إذا ما عنده شي بخضع لأعملية يصطفل هو مبسوط هو مرتاح بس أوات عم ينزعوا شغله يعني أوات عم تبين كتير واضحة عم تنسى لهم ملمحهم لأيلون صح ما هو لأيلون إذا انتزع إذا شي حسن حدا خي عنده ديفورمازيون معينة مع أنه أنا بحب التمثيل بيحمل كل الأشكال بس هلنا هون بعد شوية تيبيك بأمريكا بتشوف إشياء أشكال أوات بيخدوا أدوار لهالإشياء الاسبيسيال للشكل لأنه لها النوع كتير تيبيك لشي معين ترجمة نانسي قنقر